مدأت الحالة الصحية للأسرى المضربين عن الطعام لليوم الأربعين بالتدهور بشكل سريع ومفاجئ إذ شهدت الأيام الأخيرة نقلا جماعيا للأسرى المضربين إلى المستشفيات وسط تعتيم من قبل إدارة مصلحة سجون الاحتلال على حقيقة أوضاعهم الصحية تعنت حكومة الاحتلال ورفضها الاستجابة لمطالب الأسرى المضربين عن الطعام في يومهم الأربعين على التوالي يوضي بصحة الأسرى لمرحلة الخطر الشديد اتنقلت مصلحة سجون الاحتلال ستين أسيرا لمستشفيات ميدانية ومائة وخمسين لمستشفيات مدنية وعلى رأسهم الأسير سام العيساوي الذي يخوض إدرابه الثاني المفتوح عن الطعام رغم معاناته من عدة أمراض آثار الإدراب السابق أخذ أطول إدراب في تاريخ البشرية الذي استمر 287 يوم وكل شي في جسمه اتعرض للتلف والمرض ما كان لازم يصوم يضرب عن الطعام لأنه وضعه صحي حكولنا الأطباء وحكوله هو بالذات بعتوله المهاميين الدكاتر معي أن الوضع صحتك ما بيسمح لك أنك تضرب راح تواجه مشاكل كثيرة وبننصحك أنك ما تضرب فرد علي بقول لي أنت يما أنا بعرفك أنك إنسانة مؤمنة بالله ومؤمنة بالقضاء والقدر وهذا قدري الخطورة الصحية تهدد كل أسير مضرب عن الطعام لسيما مع تعرضه لكافة أنواع التعذيب كعقاب لإضرابه وسوء معالجته من قبل هوات وليس بأطباء مختصين داخل المستشفيات الميدانية والتي أقيمت لهذا الهدف أطباء مصلحة السجون تحولوا في الإضراب إلى سجنين وإلى أدات قمع لكن في المشافئة الميدانية يخضع الأسير إلى العلاج والعناية الخوف أن تكون هناك مضاعفات مفاجئة مع أي من الأسر الذين لم يتم نقلهم إلى المشفى حتى الآن هناك حالات مصابة بالقلب بأمراض مختلفة قد يطرأ تراجع مفاجئة على أوضاعهم الصحية وهنا الخطر الحقيقي وكذا هذا ما كان قد يحصل مع أسير قبل عدة أيام حافظ قندس تدارك أمره قبل لحظات وأجله عملية سريعة كاد يفارق الحياة لو لم تجرى هذه العملية قبل لحظات فقط وتطالب اللجنة الوطنية لدعم الأسر المضربين عن الطعام القيادة الفلسطينية بأن تتحمل مسؤولياتها اتجاه الأسر وأن تتحرك على المستوى الدولي للضغط على حكومة الاحتلال لإنقاذ حياة الأسر من رمالة المحتلة آية الخطيب رؤية